من زمهرير الحر من فوح جهل تغير هذا وغذته عندما تأتيك فترة الصيف تشتاق إلى الشتاء عندما تأتيك فترة الربيع تشتاق إلى الخريف هذه سنة الله سبحانه وتعالى التي حببها إلى القلوب ما فيه يعني لو استمرت الحياة علينا كلها جو بارد مللنا البرد ومننا كذلك من في فترة الصيف تلقاه يرتحي للأماكن الباردة وأصحاب الأماكن الباردة يرتحلون للأماكن الدافئة مثل ما عندنا في جبال السروات اللي هو في منطقة الجنوب تلقاههم ينزلون إلى تهامة للدفع وهذه في طبيعة البشر يحبون التغيير حتى أنت في حياتك تحب لأنك لو تقرأ في كتاب تجد لأنك تقرأ وتستمتع في هذه القصيدة ولا هذا النثر ولا هذه الصور ثم ما تلبث تقلب هذه الصفحة حياة الإنسان دائما يحب التغيير ويحب الانتقال منه وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ثم في ديننا الإسلامي لو وجدنا الصيف شديد الحرارة وفي مكة يكون أشد لو كان الحج يأتي في الصيف دائما وجدنا إلى أنها مشقة على بعض الناس ولكن بعض الناس يتلذذون أن يكون الصيف أن الحج يكون في الصيف كذلك صيام الهواجر يعني صيام الأيام الحارة لو كان رمضان ثابت في أيام الصيف يوجد ناس لا يستطيعون الصيام لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الشهر يتحرك وهذا الحج يتحرك مرة في الصيف ومرة في الشتاء ومرة في الربيع ومرة في الخريف ومستمر ولا يعود هذا إلا بعد ثلاث ثلاثين سنة يعني يأخذ الإنسان في عمره مرتين إلى أنه يمر برمضان في فترتين من الشتاء وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى الحديث عن لذة الصيف ولذة الشتاء هذا له لذة والهذا له لذة ما أطيب الماء البارد في الصيف وما أطيب الماء الدافي في الشتاء وهذه لها ملذات ولها حتى على كينونة الجسم الجسم لها طبيعة في الصيف ولها طبيعة في الشتاء الله سبحانه وتعالى ما جعل هذه إلا للتفكر سبحان الله في خلق السماوات والأرض والشمس والقمر ودائما الشمس هي مصدر الدفع وحيانا تكون فيها اللذة في الشتاء بينما في الصيف تجدها محرقة جدا لا يستطيع الإنسان أن يمشي على الأرض ولا يستطيع أن يجلس فيها ولا يستطيع أن يمسك بالأشياء من حرارة الشمس بينما في الشتاء يجدها اللذة الاستمتاع بالجلسة في الشمس ولذلك نسميه المشراء المشراء ألذ ما يكون في أيام الشتاء ولك أنت أن تستلذ بهذه الأشعة وهذا الجو المشمس ويفرحون الناس في فترة الشتاء فترة الغيوم آه اليوم الجو مشمس أو الجو شمس اليوم يفرحون لغسل الملابس يفرحون لتنظيف الأشياء في أشعة الشمس ما أحد يدرك هذا الكنهة اللي الله وضعه في هذه كيف أمس أن تكره الشمس ما تحب تجلس فيها واليوم تتلذذ بالجلس فيها هذه متعة من متعة الحياة هذه لذة من لذات الحياة إلا أنك وكل شيء يجي في وقته يكون طيب وجميل وحلو فال فواكه الشتاء تختلف عن فواكه الصيف ولو أعطيت الحب حب في الشتاء ما وجدت له اللذة اللي كانت لذة فيه في الصيف وكذلك البرتقال لذة حسنا تعودنا على البرتقال وعصير البرتقال لنشربه طول السنة خلاص أخذنا هذه وهذه من العادات اللي ما تستفيد منها أنت مثلا ما تستفيد من البرتقال والليمون والحمضيات في الشتاء فكل طعام الله سبحانه وتعالى جعله في وقت مثل وقت الصيف ووقت الشتاء هذا ألذ من هذا وهذا أكثر فائدة للجسم حتى في الحليب حتى يعني الحليب حنا نعرف أن الحليب غير مناسب في فترة الصيف لأنه يعطي الجسم طاقة وحرارة لكن تعال في الشتاء حتى تحط معه زنجبيل وتحط معه أعافهم يبون الصوت غير واضح كالمجموعة جتني رسائل ما هو بنت أنا صوت الجميع جاني رسالة يمكن أن أبو عبد العزيز جل بعد هنا رسالة جتها يبون الصوت غير واضح هذا بره بره يصلحون له نعم عندي الكنترول يبقى لذة الحياة بالتغير لو ما كان في التغير ثم من الفوائد اللي قلتها إلى أن المرأة هذه وضعت وجه وطفلها في اتجاهها الشمال اللي هو الهواء البارد وحنا من عاداتنا يعني إذا بغينا نبني بيت ولا نطلع في البر بالخيمة لأنه يقول لا تحط باب الخيمة هو باب البيت للشمال الجهة الشمالية تكون باردة جدا في فترة الشتاء بينما الجهة الجنوب هي الأفضل في اختيار كذلك الجنوب إذا هبت الهواء تختلف عن مهب الشمال مهب الشرق اختيار الإنسان لفترة متى يولد هذه خارجة عن إرادته وهو في هذه مسير لكن الأم والأب إذا أولد لهم المولود في الشتاء فيكون يتحمل البرودة عموما ما لم يطرع عليه وهذه هو يتحمل إلى طاقة معينة يعني نقول مثل ما هي السيارات والإطارات لها حمولة ولها رقم ولها الإنسان كذلك له طاقة يتحمل البرد إلى درجة معينة أما إذا من طلع بدون ملابس وكافية أو بدون حماية لا فروة ولا بجامة ولا وطلع على برد شديد البرودة سوف يكسر هذه الحواجز ثم ينهار المناعة عنده ويصير عنده أمراض شتوية ليؤلم في الوانزة حتى في العظام في الأعصاب تصاب وهذه أحيانا يمكن لا يستطيع التنفس وهذه تحدث لمن فرط مثل يسبح ويطلع بدون ملابس كافية يعني يطلع بفنيله وصروال أو يمر عند مروحة لأن هذه الجسم لدرجة معينة ما يتعدها بعدها إذا كسرت هذه الحواجز فأنت لن تتحمل البرودة الشديدة في سورة كل ما يجيك برد تمرض وإذا كنت محافظ على نفسك يعني إذا أنت إذا طلعت للبر لبست فروة ولبست جكيت صحيح أنك تعرق لكن العرق ما راح يضرك العرق إذا طلع من جسمك ينفعك لكن البرد إذا دخل جسمك ضرك وهذه الأشياء اللي يمكن بعض الناس يفرط فيها في الفترة الحالية الآن أما في آخر الشتاء بست طاعتك أنك تغلل الملابس بست طاعتك أنك تغلل الملابس بست طاعتك لكن في أول الشتاء ثق الملابسك وإحتط من البرد أما في نهاية الشتاء لا الجسم تعود عليه وأخذ وصارت عنده مقاومة وعنده استعداد لأنه يتقبل البرودة حتى المسامات مسامات الجسم بعد الصيف كانت نفتح ثم يوم جاء الشتاء جاء الشتاء الآن دخل عليك دخل في جسمك فهذه احتياطات يجب أن يكون عندنا وعي منها ونصير والسباحة بالماء البارد لها مردودها ولكن متى هو من الناس من يسبح بالماء البارد في الشتاء وهذا قلة منهم اللي يسبحون في الماء اللي تعودوا عليه اللي ما تعود مسكين ما يقدر ولا حتى إلى أنه يسبح في الصيف بالماء الحار وهذه حسب ما تعودنا حين نشرعينا ناس يسبحون يكسرون الثلج ويسبحون وعندنا ناس يعملون هذا لكن وصيبوا بالفالج وصيبوا بال وسبابها لأن السبح وتحدي بينهم لأنه يكسر الثلج أيام المناحي وإيام الآبار وإيام الماء المكشوف ويسبح فيه فعلا يوجد ناس يتحملون هذا لكن إذا أنت سبحت ولا عندك محل تدف ملابس تدف فيك باحتمال أنك تصاب بالفالج اللي هو مثل الشلل أو مثل الجلطة المخ كذلك ما يتحمل أحيانا البرودة الزائدة الجيوب الأنفية العيون وأنا وأنت والثاني والثالث كلنا عندنا معلومات هذه لكن أحيانا نفرط اليوم والله طلعت كشته ونسيت بشتي ولا نسيت فروتي هنا أفقد شيئا من المقاومة الموجودة عندي وهذه من يعني يجب أن يكون الواحد عنده استعدادات إذا يطلع للبر وفترة الشتاء فترها جميلة إن الإنسان يتغير من شيء إلى شيء أو من والله سبحانه وتعالى ما جعل هذا عبث ولا خلق هذه الفصول عبث إلا ليستفاد منها مثفائدة الشتاء طول الليل وقصر النهار وعدم وجود التعب في هذه الأيام حياء الله بسليمان السلام حياء الله بسليمان الله يصبح برضا والعافي